يوما بعد آخر تتكشف حجم المأساة الإنسانية في تعز فالمحافظة المحاصرة والتي تحوي أكبر عدد من السكان كانت ولا زالت تعاني حرب الميليشيا منذ نحو عامين اهتلاف الإغاثة الإنسانية في المحافظة أكد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة مضيفا أن الحرب المستمرة تسببت بتهجير أكثر من 178 ألف أسرة أغلبها لم تتلقى مساعدات إغاثية وتعيش وضعا مأساويا صعبا حرب الميليشيا على المدينة تسببت أيضا بتدمير أكثر من 4000 منزل في وقت وصلت فيه أعداد الضحايا إلى أكثر من 20 ألفا ما بين قتيل وجريح كما ألقت الحرب بظلالها على الجانب الصحي والتعليمي حيث دمرت قرابة 116 مرفقا صحيا في وقت أضحت فيه مئات المدارس غير صالحة للتعليم أو تستخدم مأوى للنازحين الأوضاع في المحافظة دفعت اتلاف الإغاثة الإنسانية إلى التحذير من كارثة مرتقبة ما لم تسارع المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات للمواطنين